نظام النادي الاهلي وطبيعة عمل النادي الاهلي وايضا من منطلق تقاليد النادي ومسؤوليته مسؤوليته المجتمعية هي الاساس للظروف العامة لطبيعة علاقاته التاريخية مع الاندية المنافسة الشقيقة وعلى رأسها نادي الزمالك الكبير وحفاظا على حقوق جماهير النادي الاهلي ومشاعرها يعمل ايه النادي الاهلي ما اعتقدش في حد ما تابعش حجم التجاوزات اللي حدثت بحق مجلس ادارة النادي ورموزه واعضائه ورئيسه وبحق النادي الاهلي وحقوقي وبالضغط على جماهيره والاساب بكل اللي انتوا شتابعتوه عبر الفترة الطويلة اللي فاتت حصل سكوت حصل نوع من مراعاة الزرف العام حصل نوع من الترفع الى ان فاض الكيل لما فاض الكيل كان لابد ان النادي اتساقا من مواقفه ومن تقاليده ومن مسئولياته المجتمعية الاساسية انه يلجى للقنوات المشروعة استاذ ابراهيم ممكن ان تتوقف العرض عندما ترتكب في حقك اساءة يتقابلها باساءة يتقابلها بعنف يتقابلها بتجاهل تتكرر الاساءة ويحصل تمادي يبتدي الناس اللي عارفاك وعايشة معاك تقولك ده مش حقك لوحدك ايوه انا كلنا بالضبط وده كان بيجيلي احيانا من قصرتي لما كان يحصل تجاوزات في حقك زي ما هيحصل ان حرفة عضية قريب ضد حد يعني مش هذكر اسمه لكن لازم يدفع التمن فانا اقابل هذا بايه الناس الحضرية اللي فهمها وعندها مسئولية بتلجأ للقانون ده احسن شكل وارقى شكل من اشكال التصدي للبزاءات او التجاوزات او الافتراءات اللي مع الصمت عليها والالحاح تتحاول ايه لحقائق بعد فطرة لدى البعض فتكتشف ان النادي الاهلي عندما يفعل هذا الناس تقول لك الله هو زي النادي الاهلي بس ايه احنا يعني ليه بنرفع عضية وليه بنعمل لان ده الشكل الحضاري الشكل غير حضاري ان نشوف حد الشتام لعان وصدره ويتحمل هو المسئولية بل يعني يشيل لعنك انت الناحي القانوني وده ده ما هي بالوكالة اه لا ماينفعش انت خلاص اذا كان لنا حق وشافين ان الكلام ده فيه تجاوز ولازم تردى عليه قانونا يبقى لازم انا الاوان زي ما انت قلت فاضل كايت ان احنا نقطع انا بالقانون دي تزعل في ايه ولا تزعل في حاجة وانا اتمنى حتى على الاعلام يبصلها من هذا المنظر او من هذا من هذا احسن احسن ايه لا يعني بسأل سؤال شفتوا وسمعتوا التجاوزات الفاجة دي ولا لا طيب انت سمعتوها وشفتوها طيب ردوكو ايه وملاش مناسبة وكتير من الزملاء حراس القيم وحراس الاخلاق في الاوساط الرياضية كلها محدش رد محدش احنا بنلوم لاعب لما يتجاوز بنلوم لاعب لما يخرج عن الحدود في الملعب ده كان محور سؤال مبارح اه الأستاذ سيف سيره هو بيقول وانا بقوله لا الاعلام ازاي ملكاوي اكتسح وتغول وقال ازاي والاعلام اللي هلأ قلت له فينه قال لي يعني ايه فينه يعني انت بتصنفني يقول لي لا انت اعلام زكي لكن انا ما قدرش اقول عليك اعلام ملاوي او احمر انت ما بتخدش قضاء الاهلي عشان تتصدى لها لكن انت بتنظر الى التوازن وهو ده فلسابتك اللي انت شاطر فيه هو وقال لي كارزمتك ف وقلت له كده قال لي يعني ايه قلت له هقول لك المثل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كل ما يدور على الساحة الرياضية اين الاعلام من مناقشة هذه الاساء الاساء بشكل موضوعي بشكل يرفض الاساءات بشكل يحلل اسبابها ما فيش حد بيعمل كده يعني هي دي المسئولية الكبيرة على الاعلام في حراسة قيم المجتمع لوموا الاهلي لوموا الاهلي وتصدولوا و وقفولوا لو خرج عن هذا الاطار في حدود الاداب العامة والتقاليد المجتمعية هو ده الدور الحقيقي للإعلام انت بتراعي قيم المجتمع انت حراس هذه القيم فبالتالي لو حصل الخروج من النادي الاهلي لابد أن يلام ولابد أن يتم التصدي ليه لأنه قيم المجتمع مش ملكه الوحده طب و لما يخرج طرف آخر ازاي يكون السكوت عليه ايه الانطباع اللي احنا بنصدره للناس ايه الضعف اللي احنا عليه وهو طرف يخوض معركة غير متكافة لأنه يتمتع بحمايات مش موجودة لكل باقي الاطراف فالطرف اللي ساكت ومترفع وميستقبل التجاوزات والإساءات لدى البعض قد يبدو متنازل عن حقوقه أو ضعيف طب الاعلام فيه مجمله ساكت ليه ده السؤال اللي انا مش لقيله اجابة بقول لكم لو الاهل اخطأ لابد أن يتم التصدي ليه لكنه لما يتم التجاوز بكل هذا الحجم وهذا التمادي حتى لما يتم التصدي يتم من خلال إيجاد على من التوازن يبتدي يقول لك ما يصحش القطبين يعملوا كده أنا ما أعملش حاجة فيه حد بيجتمني وأنا بتلقى الاتهمات واتلقى هدي جملة النفاق الرياضي العام يعني عايز تشهيد بالأهلي يقول لك الأهلي عمل موسم أفريقا كويس والزمالك يا عم الزمالك مش موجود في داء الأهلي بيتعرض لإصابات شديدة وعنده مشاكل والزمالك الزمالك ما عندهش إصابات لما تذكر حاجة إيجابية للأهلي واحدة من خصائص الأهلي خلاص دي بتاعت الأهلي حاجة من خصائص الزمالك دي بتاعت الزمالك لوحده إيجابيا أو سلبيا لكنه ربط الاتنين ببعض عشان تبدو متوازن بتظلم الاتنين دايما دايما بتظلم الاتنين وتظلم الموضوعية عشان كده وأنا بقولكو على اه 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 ما اعتقدش انه هو يسلك مسلك الطرق القانونية والشرعية فيها اي خروج عن اي حاجة ليه هذا الغضب الشديد والأهلي بيمارس حق القانون الطبيعي حقه المجتمعي انه مش هيرد مش هيقدر السلم العام مش هيسيء لعلاقات الجماهير ببعضها مش هيؤدي الى توتير الشارع مش هيؤدي الى اي اي اساءات متبادلة لكنه بيسلكوا الطرق القانونية والشرعية بكل قوة حفاظا على حقه دايما كان ليه حقه مطلوبه ليه مطلوبوش فعمل ايه الاهلي امبارح او اول امبارح تقدم بست مذكرات مهمة ست مذكرات قد يبدو الرقم كبير لكن اعتقد حجم الاساءات يحتاج الى ست تلاف مذكرة حجم الاساءات اللي حصلت انتو بتتكلموا فيه خوضف الاعراض اساءة للناس اتهام بخيانة وطنية اتهام اتهام بحصول على اموال من دولة معادية حاضن الارهاب غسيل اموال جرائم يعني وصف جماهير بالفاظ يعرف اللسان عن ترددها كلها دي اساءات حصلت فمع تراكم كل هذا الاخطاء كان لابد من وقفة لانه فاض الكيل فكان انه النادي يسلك المسلك الطبيعي ومجلس الادارة مع الشؤون القانونية يخاطب ست جهات مسؤولة في البلاد حفاظا على هذا الحق والحق ما يزعلش كانت المذكرة الاولى المهمة الى دولة رئيس الوزراء تقدم النادي الاهل بمذكرة الى الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء يشكو فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الاعلام في حق النادي وقياداته وجمهيره وجاء في المذكرة ان النادي الاهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الاداب العام والسلوك الرياضي وخوضه في الاعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهمات كاذبة للاهلي وقياداته على عكس الحقيقة والتي يستند فيها الاهلي لمستنداته والتي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالاطراع عليها في اي وقت وجاء ايضا في شكوى الاهلي لرئيس الوزراء ان رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب او رقيب ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون اخضاعه لجهات التحقيق وفقا للقانون وان النادي الاهلي قرر رفع الامر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة لان اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الاهلي وتستفز جماهيره بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي خاصة وان الاهلي ترفع كثيرا في السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك لكنه مؤخرا تخطى كل الحدود الذي يأمل فيه النادي الاهلي ومسؤوله توحيد كافة الجماهير المصرية والبلاد تستعد لاستضافة اكبر حدث رياضي في افريقيا والمتمثل في تنظيم بطولة الامم الافريقية في شهر يونيو المقبل وحذر النادي الاهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه اتهمات كاذبة بدون سند او دليل وبيقول النادي في مذكرته الى رئيس الوزراء انه بناشد رئيس الوزراء التدخل لتنفيذ القانون ومثور رئيس الزمالك امام جهات التحقيق وايقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنفى مع كل قيم واخلاقيات المجتمع المصري وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي الآلي قد تقدم بصفته وكيلا عن مجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد اكاذيب رئيس الزمالك ولم يتم البت فيه حتى الان بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه امام جهات التحقيق لتنفيذ القانون يعني النادي بيقول لرئيس الوزراء الموضوع كبير يعني هيا الناس الليقول لها كده رئيس الوزراء الرئيس النائب العام الوزير الشباب اتحاد الكورة اللجنة الانمبية الموضوع كبير مش زغير ما فيش حتة في العالم شفتها خالص هتقولي اي حتة في العالم رئيس نادي ما بيتكلمش على نادي بقدرة ما بيكيل الاتماد المتكررة للنادي المنافس وجماهيره هتقولي في اي حتة في العالم لو موجودة هروح نشوف الحتة اللي في العالم دي بيعالجوها ازاي لكن ما فيش مش هتلاقي هذا النموذج فلما انت تبتدي تدافع عن نفسك بشكل حضاري لا ده انت يجب ان تحية ان كتب ما بتروحش بقى تاخد حقك بدرعك ماينفعش الكبار ما بيخدوش حقهم بدرعه طالما ان في وسائل القانون بتحالك فليكن توجهك واحترامك لمجتمعك والبلدك وحرصك على المناخ العام انك تلجأ للقانون طيب خلاصة الرسالة المهمة او المذكرة المهمة اللي ارسلت الى دولة رئيس الوزراء النادي بيشرح له اللي حصل حصل تجاوز كتير تراكم انت المسألة لكن فضل كيل لجأنا قبل كده في بلاغات للنيابة العامة لكن رئيس نادي الزمالك متمتعا بحصناته البرلمانية لم يمثل للتحقيق بسبب الحصانة البرلمانية المتستر فيها فبالتالي المجلس مجلس الإدارة بيقول دا انت حتى دي قادل وضع قدام ساعاتك حتى دي حتى دي بتحطك أمام موقف شديد التعقيد والحيرة هو انا عرف اخد حق ازاي مفيش تكافؤ انا اقدر اكيد لك اللي تمات وسبك وتجاوز حقك وانت ما تقدرش ترد علي الاساء ما تقدرش انا عندي حصان وانت ما عندكش انت منعمل ايه اذا نلجأ لرئيس الوزراء لان الموضوع ان على مدى عمر المجالة النيابية كان مفهوم الحصانة انه يحصن النائب من الاراء السياسية داخل قبة البرلمان حتى ليونكل به من اصحاب او متعصف السلطة اه فضل دا دا دي انما انت تنزل الشارع تتخني مع جارك تدي له ألمين وترمي ماية مش نضيفة عليه واذا فتح بوقت روح تعمله محضر هو ما قدرش يعملك محضر ما قدرش يعملك محضر ليس هذا هو العدل لا طبعا ليس هو ولا الهدف من الحصانة لان الحقيقة انا بحيي شباب السوشيال ميديا لانه حتى اذا كان فيهم بعض الناس بتلاحظ على انه فين دفاع كتير بينهم لكن ما ان اثرت هذه القضية قضية الحصانة واستخدامها وموطن استخدامها حتى لجأ الكثيرون يمكن شفت فيديوهات كتيرة لمواقف سابقة لاعضاء في البرلمان ولرئيس البرلمان رجل القانوني الكبير الدكتور فتح السرور ومن قبله ايضا الدكتور رفعت المحجوب عليه رحمة الله وهو بيحدد نطاق الكل يتحدث بكل القوة والوضوح للسادة النواب لا حصانتكو هنا الحصانة داخل البرلمان علشان تحمي عضو البرلمان الرقيب على السلطة التنفيذية والحكومة من بطش السلطة التنفيذية عشان وانت عضو في البرلمان بتحاسب وزير او بترائب مسؤول ما ترتعش وما تخافش انت مؤمن انت مخصن في اداء دورك الرقابي داخل قاعة البرلمان لكن حتى هؤلاء الاسد الكبار في القانون وفي قيادة مجلس الشعب لسنوات طويلة كان دايما بيأكدوا على هذه الحقيقة وموجودة بالمناسبة فيديوهاتها على المواقع المختلفة انه بيذكروا النواب انت برى المجلس ما تتمتعش بهذه الحصانة انت بتتمتع بها هنا اي خروج ليك عن الاداب والاخلاق العامة او اي تجاوز عن القانون برى البرلمان البرلمان لا يحميك الشعب ما انتخبكش عشان تستخدم هذه السلطة ضد الناس لا خالص تستخدمها ضد او ضد السلطة التنفيذية في مراقبة ادائك على الحكومة بكل الوضوح والحماية برها لا برها يبقى احنا فاهمين الدنيا غلط خالص دي النقطة الكبيرة جدا المصارة دلوقت واللي السادة النواب عليهم انهم يعوها جيدا الشعب منحكم هذا الاختيار نيابة عنه في الاداء الرقابي مش علشان تغلط في حقي وانا معرفش ااخد حقي افضل مغلول ومكتوف الايدي بسبب مفهوم خاطئ عن الحصانة الشباب مهتم جدا بمنائشة هذه الجزئية اللي النادي اوردها في مذكرته لدولة رئيس الوزراء كمان بمناسبة برضو انه سيد رئيس نادي الزمالك عضو في مجلس النواب كان لابد ودي الطرق القانونية المشروعة واي حد في الاعلام يقول لنا طب ايه الطرق اللي سلكوا الاهلي في هذه الشكاوي ايه الانحراف اللي في هذا المسار رحت الرئيس الوزراء لانه على رأس السلطة التنفيذية في البلاد رحت للسيد رئيس مجلس النواب لانه المسار رفع الحصانة عن السيد رئيس نادي الزمالك متمتعا بحصاناته البرلمانية فلجأ الاهلي في مذكرة الى السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تقدم النادي الآلي بمذكرة الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال رئيس نادي الزمالك ليخضع أمام جهات التحقيق بعد التجاوزات الفجة في حق النادي الأهلي وقياداته وجمهيره في وسائل العلام وجاء في المذكرة أن الأهلي سبق وأن تقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام بشأن تجاوزات سابقة لرئيس الزمالك لم يتم البت فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها لكن هذه المرة الموقف بات يستوجب إجراءات حاسمة بحق الرئيس الزمالك بعد اتهاماته الكاذبة التي تمس كيان النادي الأهلي وتشعل غضب جمهيره خاصة وأن النادي أعلن من خلال أمين الصندوق أن كل مستندات الأهلي المالية والإدارية جاهزة للاطلاع عليها من كافة الجهات الرقبية في الدولة والتي تؤكد على أن الإدارة تعمل بمنتهى شفافية لمصلحة النادي والبلاد وجاء في مذكرة النادي الأهلي لرئيس مجلس النواب أن تجاوزات رئيس الزمالك خلقت حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي وأن النادي ترفع كثيرا في السابق عن تطاوله لكن الأمر هذه المرة تخطأ كل قواعد الأداب العامة لسيما وأن الأهلي وجمهيره يفخران بالنشأة الوطنية للنادي في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الزمالك على تشويه كل شيء دون سند أو دليل وطلب النادي الأهلي رئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون حرصا على استقرار الأوضاع في الوسط الرياضي ومصر تجاهز الآن بكل مؤسساتها لاستضافة أكبر حدث رياضي تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل وكان محمد أصمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي قد تقدم بصفتي وكيلا عن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وقت سابق أيضا ببلاغ للنائب العام دي مذكرة نادي إلى استاذ الدكتور علي عبد العام رئيس مجلس النواب بيضع أمامه الموقف كاملا ويضعه أمام مسؤولياته العامة أنت بصدد نادي له حجم هذه الشعبية الكبيرة تعرض إلى كل هذه اللساءات قياداته تمت لجريحة أعراضها عايز ياخد حقه عايز ياخد حقه بالقانون وبعدين هي هو أنا لما بقول أنه فلان يمسوا للتحقيق هو أنا بدينه طب مش يجوز الرجل يبرق نفسه مش يجوز أن أنا غلطان مش أبسط مبدأ طبيعي التحقيق ومش أنا اللي هحقق ولا النادي الأهل اللي هحقق اللي هتحقق النيابة العامة النيابة العامة هو اللي بيأمر بالتحقيق فإذا المطلب في عدالة أكتر من كده أنا ما بقولش هو غلطان ولا أنا كويس أنا بقول أن أنا أسيء لي النادي الأهل تم التشويه في صورته تم الإساءة إلى قياداته تم إلصاق تهم تتعلق بالمال العام والسمعة تم الخوض في الأعراض كل هذه الاتهامات أنا بتقدم بيها ببلاغ كل المطلوب اللي أنا بواجه له هذا الاتهام يجب أن يمسوا للتحقيق الخنانة ما حصلتش تحت قبة البرلمان حصلة بين الأندية حصلة في الوسط الرياضي فبالتالي الأهل بيقول للأستاذ الدكتور علي عبدالعي الرئيس مجلس النواب مكنني من حقي إنه يتم التحقيق مش كده؟ فيه أبسط من كده؟ لا ما هو أنت هتروح لكل حتة تخاطبها وبعد كده يعني التاريخ هيعد يتوقف أمام المسائل كده ما هو فيه حاجة لا تسقط بالتقادم محكمات التاريخ ليه بعد التصرفات وساعتها الحقائق حتبرز على السطح المذكرة الثالثة كانت للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهو على رأس السلطة الرياضية في الدولة وبالتالي المعني بكل هذه الحالات وراصد وشايف ومتابع وعارف فبيبعت له النادي مذكرة بيطالب فيها محاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون يعني ما اعتقدش إن فيه عدالة أكتر مننا أطلب بالقانون في ظل التجاوزات التي يرتكبها في حق النادي الأهلي وقياداتي وجماهيري في وسائل الإعلام المختلفة مرات عديدة دون أن يحاسبه أحد ما حصلش محاسبة حتى إعلامية أنا أنا يعني بتكلم في الجزء اللي يهمني ما قردش عمود رأيي لحد من الزملاء الكبار إلا 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 من خلال مجموعة بينها وبينه مواقف هم نفسهم متأزوا فيها ونالهم ما ناله فبيحاولوا يأخذوا حقهم بطريقتهم يعني في الزر لكن إن هما ينقشوها في نطاق القضية العامة الكل يتجاهل هذه القضية يتجاهلها تماما ولك إن وإذا تكلم حيقولكم هأخذوها في سجة الأهلي والزمالك ووهده بقى والأهلي والزمالك يعملوا بقى والأهلي والزمالك ما أنا قلت في البداية لو الأهلي اللي بيغلط حسبه واجهه لكنه أنت بتسكت علشان هذا التوازن فيكون النتيجة إن الجماهير تتكدر بهذا الشكل الأهلي بيطالب السيد وزير الشباب والرياضة في مذكرته بيقوله إنه رئيس الزمالك دقب على توجيه السباب والشتائم وتوجيه الاتهابات الكاذبة في حق الأهلي ومسؤوليه وأو الأمر الذي يعكر صفه العلاقة بين جماهير الأندية الأهلي والزمالك دي النقطة المهمة جدا لأنه أنا حتى كاتب النهاردة في الأهلة باشواندس مطلوب وقفة صالح كل الجماهير الوقفة مطلوبة لحماية علاقة الجماهير كلها ببعضيها علشان أي جمهور لأي نادي ألف أو باء يلاقي قيادات ومسؤوليه بيتجاوزه ويخرجه على القانون ويسيئله الطرف الآخر فيه آلية محاسبة فنعف الجماهير من أي تجدير في العلاقات بينها وبين بعضيها إحنا كده مش بنوطر الجماهير ده أنت مطلوب منك وقفة عشان تحمي علاقات الجماهير ببعضيها لأنه فيه جمهور لما يحس أنه مدسله على الطرف قوي ومسائله جدا وبيتلقى كل هذه الاتهامات والإساءات والتجاوزات والخطف الأعراض بدون أي حاجة أنت كده بتعمل خلل كبير جدا في العلاقة بين الجماهير مع بعضيها بشكل عام فده هي الوقفة اللي مطلوبة لكل الجماهير مش لجمهور ضد جمهور هي مطلوب وقفة لصالح كل الجماهير الوقفة تعفي كل الناس من أي أخطاء ده اللي المطلوب اللي الآهل بيقوله للدكتور أشرف صبحي أنه السكوت على ده بيعكر صفو العلاقة بين جماهير الآهل والأنديها الشقيقة التي يعمل معها لخدمة الأهداف الرياضية احنا كلنا في خندق واحد كل شغال لخدمة الأهداف الرياضية الوطنية العامة فإزاي العلاقة بين الجمهورين هتبقى بهذا الشكل وشدد الآهل فيه شكوى على أن رئيس الزمالك تجاوز كل قواعد الأخلاق الرياضية عندما وجه مؤخرا اتهامات كاذبة تمس كيان النادي الآهل وتشعل الغضب بين جماهيري في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف حرصا على مسيرة الوطن الذي يواجه تحديات صعبة وجاء أيضا أن مسؤول الأهل تغاضوا كثيرا عن تجاوزات رئيس الزمالك لأنهم يعملون أو يعلمون بمنتهج شفافية لخدمة ناديهم وبلادهم وأن مستندات النادي جاهزة للاطلع عليها من كافة الجهات الرقبية والتي تكذب كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك شكلا ومضمونا كما أن استمرار تجاوزاته بهذا الشكل المرفوض من كل المجتمع بات خطرا على استقرار الوسط الرياضي بل وينزر بإشعال الفتنة بين الجماهير التي نحتاج توحدها قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيو القادم وبيشير الأهلي في خطابه إلى السيد وزير الشباب والرياضة إلى ما تم رفعه من بلاغات للنائب العام كل سلك في كل تجاهات عشان محدش يقوله يعني أنت ما ما روحتش لجاهم الجهات كل اللي تجاهت أنت روحت لها وفي جهات هتقدر تاخد قرارات وفي جهات هتحاول أنها توازن الأمور ودعنا ننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل بنفس المضمون الآلي قدم شكوى للجنة الأخلاق أو القيم والأخلاق في التحاد الكورة دي لجنة مهمة جدا بقى لدي اللي بتحاسب عناصر اللعبة بالضبط والليحة وقانون الرياضة الجديد يعطي هذه اللجنة هذا الحق وليحة التحاد الكورة اللي بدير المسابقة تعطي لجنة القيم والأخلاق الحق في محاسبة الأطراف أهمية اللجنة دي إيه إن ما فيهاش إن الموضوع يتحفظ لأن فيه إجراءات أخرى تقدر تصعد أمام جهات أخرى يعني عملية التصعيد فيه متوالية فدي لجنة مهمة جدا لهذا اللجنة المهمة لجنة القيم والأخلاق في التحاد الكورة الأهلي قدم السديهات قدم الإسطونات المدمجة اللي فيها كل التطاول والتجاوز اللي حدث في حق النادي ورموزي وجماهيري طوال الفترة اللي فات وشفو لي يا جماعة الوضع دي شفو لي إيه ده اللي بيحصل كمان فيه شكوى بنفس المضمون للجنة الأولمبية لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية وده إحدى لجان اللجنة الأولمبية المعنية بمرأبة السلوك العام والسلوك الرياضي والقيم الرياضية اللي وضع النادي الأهلي مذكرته أمامها علشان بيطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع الأعراف الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات اللي حدست في هذا الشعر نفس الشيء أهميتها إيه بقى أن أيضا هناك إجراءات تقاضي بعلى مراحل إجراءات تسعادية مهمة جدا أمام مؤسسات دولية حطرة يعني هل ده أمر طبيعي ولا لا وكانت المذكرة الخمسة أو السدة والأخيرة لمجلس إدارة النادي الآلي إلى المجلس الأعلى للإعلام بيطالب فيها بحجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته وقالت المذكرة أنه نادي طلب من الكاتب الصحف الكبير والأساس مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجم الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك وقناته على اليوتيوب ومحاسباته بالقانون بعدما استغلت الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره وتوجيه الاتهمات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض وأكد الأهلي في شكوى على أن رئيس الزمالك دأب على ارتكاب مثل هذه التصرفات لأنه لم يجد المحاسبة الردعة في السابق بالقانون وأن استمراره على نفس النهج سوف ينذر بعواقب غير حميدة لسيما وأنه تسبب في حالة من التشاحن بين الجماهير التي يجب أن تكون على قلب رجل واحد ومصر تستعد لاستضافة حدث كبير بطولة الأمم الأفريقية مين يقدر تحمل كل هذا ومطلوب منه أن يتغاضى مين يقدر يتحمل هذا محدش طيب قلتلكم أنه الغريب طبعا الواضح جدا فيه الموقف القانوني الكامل لمجلس إدارة الناد لا لإستند لكل الوقاع وأقام عليها الدليل لكنه الكلام اللي أنا أقول لكم على فين حدود المسئولية في وسائل الإعلام البرامج والصحف في التصدي لمثل هذه الظواهر اللي لو كان التصدي لأي ظاهرة منهم لسه في بدايتها فيه حد حس أنه فيه حراس على القيم صحيين كان ممكن جدا الأمور ما تصلش إلى هذا الحد كان ممكن لغاية نقطة معينة لا ستوب الناس صحي والناس بتقول ما صحي ما حدش حد بيقول ما صحي يا سيد الرهيم فيه ناس سعيدة بهذه التجاوزات وبتدعمها الغريب ألاقي نقد رياضي كبير بحجم الأستاذ محمود معروف امبارع في الجمهورية بيقول الأهلي يشكو رئيس الزمالك لكل الجهات المسؤولة الأهلي يشكو رئيس الزمالك لكل الجهات المسؤولة ومن يشكو تجاوزات مجلس دارة الأهل الخطيرة عموما الشكوى لغير الله ما زاله الأستاذ محمود معروف هنا بيقول إذا كان الأهلي بيشكو رئيس مجلس دارة الزمالك للجهات المسؤولة طب مين يحاسب مجلس دارة الأهلي على هذه التجاوزات الخطيرة اللي هي محددها اللي هي ايه ايه التجاوزات الخطيرة لو انت بتتكلم على المال العام لا ده في حكم محكمة اول حاجة في لجنة من قبل السيد وزير الشباب والرياضة انت اللي احلت نفسك وين الفرق بقى انت اللي احلت نفسك وضعتها من الجهات الرقبية وألاحيت اني اتحق معاك لحد ما برقت بالقانون بشكل بات وحاسم وغير قابل للإسئناف فعايز ايه يعني ايه المطلوب حضرتك يعني جات اللجنة برأة الأهلي لجنة شكلها الدكتور أشرف صبحي اللي انا قلتلكم المرة اللي فاتت وهو قيمة رياضية كبيرة بس الرجل كمان محسوب على الزمالك مش هيجامل الأهلي لغاية لحظة توزيره كان مسؤول تنفيذي في نادي الزمالك فمش هيجامل النادي الآلي لكن لما فعل دور اللجنة واللجنة رقبية فيها جهات رقبية كبيرة جت فتشت على المال العام في النادي الآلي كتبت خطاب برأت فيه النادي الآلي بشكل كامل ياريت لو جاهز هتشوفوا حضراتكم فكركم بالتقرير اللي صدر من وزارة الشباب والرياضة أو من اللجنة أنا في مدينة آآ أصر النيل طلعت حكم ده قرار اللجنة اللي فتشت على أموال النادي الآلي واللي برأت فيه النادي بشكل واضح وصريح وكمان أرسلت اللجنة فيها كل تفاصيل موقفها وقالت لو شفتوا التوقيع من تحت عشان الجملة ديت لسه بيتساءلوا عليها برضو هو وسط الأهلي خد إذن الجهة الهدارية ولا لا بيقول التقرير في نهايته زي ما حضراتكم شايفين بخط يد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه ثابت لللجنة أن الأهلي حصل على موافقة كتابية من الجهة الإدارية بعد تلقي هذه التبرعات واعتبر أنه اجتماع مجلس الإدارة أنا اجتمعت كمجلس إدارة وأخذت قرار بقبول هذا التبرع وبعدت أنا للوزارة بعدت أنا للوزارة ما يفيد محضر اجتماع الجلسة الوارد فيه هذا البند وفقل عليه فقالك الوزير أنت بزيارة لشخصية كريمة لها علاقة مميزة معك بتقدم لك هدية مش هتقوله استنى ها هروح أجيب بتقبل الهدية وتحوديها النادي بتاعك وبعدين تأخذ الموافقات والهدايا موجودة داخل الناديلات هاتي يا شوارب بعد إذنك التقرير تاني عشان الجملة الأخيرة اللي مكتوبة بخط يد الدكتور أشرف صبحي يبقى واضح للناس أنه تم الاعتماد من السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي تأكد من حصول الأهل على الموافقة الجاهة الإدارية وقال أنه بيعتبر الموافقة اللاحقة مثل السابقة لأن أنا في الأول وفي الآخر امتلكت هذا القدر من الشفافية قلت لك تعال فتش فبالتالي هذا التقرير اللي الأستاذ محمود معروف بيقول ميني حاسب الأهلي عندك حد أعلى من وزارة الشباب والرياضة آه في حد المحكمة روح للمحكمة راح للقضاء اترفع الدعوة حصل مجلس إدارة النادي الآلي على البراءة من جنح أصر النيل ثم تم الاستئناف تأكدت البراءة في محكمة جنح المستأنف للمرة الثانية فانت حصلت على حكم بالبراءة في الدرجتين من محكمة جنح أصر النيل وحصلت على إبراء زم واضح في تقرير اللجنة المفادة من قبل وزارة الشباب والرياضة مين؟ ايه تاني؟ يعني تروح فين تتحاسب بس عموماً الأستاذ محمود معروف اللي لفت نظري بعد الجملة دي على طول ومين حاسب مجلس إدارة النادي الآلي قال النادي الإسماعيلي قادر على تعويض خساراته أمام الأفريقى التونسي 0-2 ممكن جداً أن يفوز 3-0 إسماعيلي لسه هلعب بكرة دي جمهورية أول مبارح الإسماعيلي مخسرش من الأفريقى التونسي 2-0 إسماعيلي خسر من نازم بالكنغولي لكن لسه ملعبش مع الأفريقي ده هلعب بكرة الجمعة ثم أنه مفيش حاجة فرصة للتعويض ده دور المجموعات يا أستاذ محمود أنتوا أسدتنا ده دور المجموعات ما فيهوش ذهبوا عودة وال2-0 قادر عودها بالتلاتة فده لدقة المعلومات أو الكلام في المناسبة الأستاذ محمد عثمان المحامي نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي كان ضيف على الزميل هاني حتحوت في قناة صادة البلد تحدث عن فكرة الحصانة وحصانة أعضاء مجلس النواب هل تمنع مسائلتهم ولا لا نشوف هذا الرأي القانوني للأستاذ محمد عثمان أعايز لا أوضح فيما يخص الحصانة الحصانة هي ليست مقررة لشخص النائب ولاست مقررة لإحماية شخص النائب الحصانة مقررة لما يبديه النائب من أراء وأفكار في البرلمان وفي لجان البرلمان المختلفة يعني ليست للشخص ولا تجعل الشخص فوق المسائلة رفض هذه الطلبات في ظل هذا التجاوز ده بيدي انطباع للناس والرأي العام أن المشكو في حقه أو رئيس الزمالك هو فوق القانون سألت النهاردة المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب ورده في مجلس النواب أنه البعض يقول أن هل رئيس نادي الزمالك فوق القانون ردك بنفي قاطع لا أحد فوق القانون حتى إن كان عضوا في مجلس النواب ما فيش حد فوق القانون لكن كل الطلبات اللي تقدمت لم تكن مستوفية للشروط لكن حضرتك شايف أن الطلبات اللي تقدمت دلوقتي من جانب النادي الأهلي هي الشروط على فكرة الطلبات كلها المتقدمة الطلبات المتقدمة من ناحية الشكل والشروط لأن ده شغل النيابة لا هي مستوفية الشكل ومستوفية للشروط لكن فيما يخص الموضوع اللجنة بترى أن هذه الشكاوة كيدية كيدية لأن اللجنة يمتنع عليها أن يتبحث الموضوع موضوع يعني خلاص هي مسألة واضحة تفسير الأمر وأنه الشكاوة كيدية وهي ممنوع تناقش الموضوع فيعني ما فيش بقى تعليقات تتقالغ أكتر من اللي بيتقال ده كله لأنه لابد أن يكون هناك لحظة لمواجهة الحقائق لحظة لاتخاذ موقف يطمن الناس على مصالحهم وعلى حقوقهم في تحت قبة البرلمان يعني أنا مفروض أني ملجأش غير يا للمحكمة يا للمجلس النواب ده الطبيعي أنك أنت تروح لممثل الشعب هم اللي جبوا لك حقك لكن لحد الوقتي أنت محدش ناجح في هذا محدش ناجح في هذا لا ما هو يعني اتسام الأمر بالكيدية وهكذا يراها اللجنة يعني مش عارف يعني ما عرفش علق عليها لأن أنا مش خانوني أو هو فيه ثلاث أربع أسئلة أو ثلاث أربع علامات استفهام كبار في الأزمة دي كلها الحقيقة يمكن الحصانة البرلمانية وقصتها واستخداماتها وطريقة حتى رفعها دي قضية كبيرة قضية يعني تحتاج إلى إثارة حقيقية إنها تاخد حق أهم من المناقشة مش عشان هذه الوقاعة فقط عشان كل الوقاعة عمتاً لضبط الأداء حتى العام لكنه القضية الرياضية أو علامة الاستفهام الرياضية الكبيرة هو ده ليه الأهل ما لعبش مع الزمالك ما دخلوش فخناء على لعيب خالص أنت في سكة وأنا في سكة حتى على مستوى الكورة ما تقبلناش لسه كل الصفقات اللي الزمالك عملها السندي دعم بها فرقته قبل بداية الموسم صفقات كبيرة دعمت فرقة وعملت فرقة كويسة فراحت جمهور الزمالك لم يتدخل فيها لها الأهل لم يزاحموا فيها والصفقات اللي حققها النادي الأهل لولا إنه كل لعب منهم تمسك برغبته الشديدة اللي خلته يتنازل على أموال كبيرة من أجل الانتقال للآله ما كانش الآله عمل هذا الموسم الشتو الكبير والقوي إذن ما فيش على صعيد المنافسات الرياضية ما فيش مباراة لعبة على صعيد المنافسات فيما يخص التعاقدات والصفقات ما فيش حاجة لمست مع بعض أنا في حالي وإنت في حالك مالك ومالي ليه ليه ده السؤال الكبير قوي اللي البعض طرح له إجابات كتيرة لكن فيما يخص هذه المقارنة المستشار القانوني للزمالك الأستاذ محمود العسال في قناة الحدث فرض مقارنة هذه المقارنة لابد من منقشتها بهدوء لصالح كل الجماهير مش جمهور الأهل بس لصالح كل الجماهير عشان الكل يبقى عارف فين نقطة الاشتباك وإيه سبب هذا الارتباك نسرع الأستاذ محمود العسال ونشوف معاكو أسباب هذه المقارنة على كده نعقد مقارنة بسيطة ونحط كده الأهل الزمالك اللي كن جن ببعض ماشي اتفضل قضايا مالية مفيش حاجة في الأهل الزمالك نيادات ترقب وصول وضط وإحضار ولجان مالية جين مرة واحدة بالإضافة لبعض الأمور يعني أنا أنا ممكن حدثكم عارفين أنا مبادرة عن المهندس هاني زادت طبعا تغرين يا فندي من قدم طلب لستيد النائد العام المساعد ولو يبدي فيه عشان أمد قرار ترقب وصول شهرين نمرة اتنين جمعية عمومية تم اعتمادها للأهل بمنتهى الثلاثة ولم يتم اعتمادها للزمالك هذه تاني مقارنة تلاتة الإعلام الرياضي دريما وابدا بيظهر بالبلد كده الفسفوسة للأهل وبيتجاهل أحداث قوية وأحداث وطنية للزمالك أربعة الأعلى للإعلام وقف جميع برامج الزمالك ورئيسه وعجب المساز ببرامج النادي الأهلي حد تسبق أولا حرج على الدوري وتأجيلاته والمسازة النقاط يقدروا تكلموا فيه أنا مندهش موضوع تأجيلات المباريات دي أنا مندهش فعلا يعني هو التأجيلات دي ميزة الله ما سمحتك التأجيلات دي أنك أنت تسبقني بكتير وأنا أقول لحقك وأنا مرهق ومجهد لا وأنا بالعب بره الله يا سيدي إيه المجاملة اللي تمت وإيه موضوع التأجيلات معلنا فريق يكمل في أفريقيا وفريق ما وفقش أنه يكمل بالطبيعي جدا المباراة اللي الأهلي تأجلت له هي نفس المباراة اللي تأجلت للمصر لغاية خروجه ولا ده مش صحيح المصر كان موجود في بطولة الكونفدرالية والزمالك لغاية خروجه والزمالك لغاية خروجه كان مبكر شوية ما مسش الدولة لكنه اللي تم التأجيل لملحة ولا هبة بس أنا هنا بقى يعني بيديك تلاتة بمط أنا هنا عايز أقفة بشمونتس بعد إذنك عند قضايا المقارنة لأن لو القضية كده يبقى بانت وظهرت إحنا هنفرض مقارنة عشان نحل مشاكل على حساب مشاكل القضية الأولى المهمة اللي الأستاذ العسال ترحى قضايا مالية براءة للأهل أو الأهل ما عندوش ملاحظات وقال نيابات وإحالات واتهمات وترقب وصول لهاني زادة طيب المقارنة هنا هو اللي حقق دي مش جهات قضايا ده اللي أنا عايز أقوله المقارنة هنا غريبة جدا رقم واحد أنا كنادي أهلي لما زاد اللغط وكتر الكلام رئيس مجلس إدارة النادي الأهل الكابت المحمود الخطيب بعت بإلحاع للسيد وزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عب عزيز أرجوك نريد التفتيش على الموقف المالي رفع عن نفس الحصانة الغير المتمتع بيها وبعت استعجالين للمهندس خالد عب عزيز وقتها أما مش المهندس خالد عب عزيز جي دكتور أشرف صبح ومش هنحزل الأهل الراجل ولا بينحزل الزمالك وزير بدأ عمله فعل دور لجنة التفتيش الرقابية من جهات رقابية مسؤولة بعتها للتفتيش على كل الأندية بما فيها النادي الأهل لما فتشت على أموال النادي الأهل وما يخص التبرعات كانت النتيجة اللي انتوا شفتوها قرار صريح من اللجنة بسلامة الموقف المالي للنادي الأهل اللي انتوا شايفينه ممهور بتوقيع الوزير ورئيس الإدارة المركزية اللي ترأس هذه اللجنة طيب انت حاسبني معك بأمرتي ده أنا اللي طلبت التفتيش والوزارة برقتني ولما ترفعت علي قضية كسبتها اتبرقت في المحكمة مرتين إذن ده ما يخص الأهلي الأهلي اللي هو اللي برق نفسه ولا حد جامله في نيلة هذه البراءة على الجانب الآخر انت ربطني مع سيادتك في جملة واحدة علشان تقول للناس الأهلي تجامل وأنا تظلمت ما حدث من تحقيقات في الزمالك هو نتاج لجان تفتيش نيابية أمر بيها معالي النائب العام بناء على شكاوي ومذاكرات قدمت لي من أطراف ذا ملكوية فشك اللي جان للتفتيش على أموال نادي الزمالك انتهت إلى ما انتهت إليه ممكن نطلع لكم عريضة كبيرة جدا من نتائج هذه التحقيقات بس لا ده موقفنا ولا ده يشغلنا هنا في الآله لا وهنا الحتة دي ما ينفعش فيها اشمعنا هنا انت انت الوقاع بتاعتك قدت إلى تحقيقات ولم تبرق ساحتك فيها وترقب وصول وعضو مجلس دارة بره الوقاع بتاعتي تم إبراء فيها هي عافية يعني يعني ولا ولا بدا ما انت سيبت هنا لانت سيب هنا هي كده هو إسارة الأمر بربطها مع بعض في ربطة واحدة هو كده سيبني زي ما سيبت الأهلي هو مين اللي سيب الأهلي محدش سيب الأهلي الوزارة حققت والمحكمة برقت روح للمحكمة والمحكمة تبرقك انما اللي جان حتى اللي جان اللي فاتشت في نادي الزمالك مش بقرار إداري من الجهة الإدارية ولا من وزير الشباب والرياضة بقرار من معالي النائب العام عندك رأي يقوله للنائب العام لكن مش للرأي العام انه جاملوا الأهل وسبوني أنا هنا الكلام في غير محله ومقارنة غريبة وعجيبة زي المقارنة التانية جمعية عموية مشوا الجمعية العموية بتاعت الأهلي ورفضوا اعتماد جمعيته هنا إجراءات وهنا إجراءات هو النادي الأهلي ده مش هو نفسه إجراءات بين عشرين قوس لأنه وقت ما النادي الأهلي نفسه هو نفسه النادي الأهلي مع المجلس الإدارة السابق برئاسة المنطس لم تعتمد الجمعية العمومية اتخذ إجراءات غير سليمة من وجهة نظر اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لم تعتمد الجمعية العمومية وزي ما جمعية الزمالك دلوقتي رفضين يعتمدوها هي نفسها جمعية الأهلة التي لم تعتمد من قبل اتعاملت على يومين وفي مكانين الوزارة كان لجنة الأولمبية لها قرار وقتها اللجنة بتنقش إجراءات فانت جمعية العمومية التانية للأهلي لوضع لقاحة النظام الأساسي ده كل الأندية طلعت تشييد بما حدث ان أنا أعمل جمعية عمومية يسبقها حوار مجتمع جاد بين كل أطياف وفئات أعضاء النادي لمناقشة هذه اللايحة عشان ينتهي إلى لايحة نظام أساسي في لحظة الإعلان تحت إشراف قضاء كامل وسلطة اللجنة الأولمبية أنا مشيت في كل الإجراءات كمجلس إدارة مشيت في كل إجراءات القانونية السليمة اللي طلبت مني كانت النتيجة مالكش حقا ترفضها لي تم اعتماد هذه الجمعية طيب بحضور 16138 الصحيح 1599 والبطلة 139 صوت وأقرت اللايحة من 16 13921 ب87% طيب ده الأرقام اللي أعلانها المستشار القضائي اللي أشرف المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة للقضائية اللي أشرفت على الانتخابات إذن عندي إشراف قضائي كامل عندي سلطة أولمبية وجهة إدارية وعندي أعضاء بهذا الخضور ما يعتمد هليش ليه مين جميلنا عشان يعتمدين ما يعتمد لك ليه هذه المقارنة بين الاتنين لايحة الزمالك الجهة الأولمبية والجهة الإدارية اللي على رأس يا أساس إبراهيم يا أساس إبراهيم أي مقارنة بتكون نتيجة ظروف متشابهة أو ثبات الظروف لو الإجراءات هنا هي إجراءات هنا وديه اعتمدت وديه ما اعتمدتش أنت من حقك تقوليش معنى لكن لما أنت تبقى واخد إجراءات وأنا واخد إجراءات تانية خالص ويرى أن أنا إجراءاتي سليمة وأنت إجراءاتك مش سليمة من حقه أن يرفض هي مسألة إجراءات ربط ده بدأ مش مش شهم خالص مش مفهوم بالمرة ومش في السياق أصلا مش في المعنى تيجي ليه جزئية الإعلام الإعلام الرياضي بيظهر الفسفوسة في الزمالك ويطنش على أي حاجة في النادي الأهلي والزمالك بيعقد مؤتمر صحفي لرئيس النادي الجراءات ما تكتبش عنه وتيكتب عن مؤتمر في النادي الأهلي أيوة لأنه كمان نقابة الصحفيين واخد قرار فيما يخص رئيس نادي الزمالك أمر يخص قضية تخص النقابة لكن تحملها على الأهلي ليه أنا مالي في نفس الحلقة الناس كانت مبارح بتتباهى أنه 75% من الصحفين زمالكوية طيب أنت بتتباهى أن 75% زمالكوية طيب بتشتكي أنه الأهلي متجامل الأهلي متجامل في إيه فين المجاملة إذ جراءت بتكتب عن الأهلي كويس طيب أنا مالي ما هو ما فيش حد كتب وحش أنا لومته ده أنا بقول لكم في بداية الحلقة أنا كواحد صحفي أتمنى المزيد من التفعيل للدور الرقابي المجتمعي للإعلام كله مش الصحافة بس حفاظا على قيم المجتمع وعلى علاقات الجمهير ببعضيها الأهلي ماله يتقال أنه الأعلى للإعلام أخذ قرارات ضد برنامج يخص نادي الزمالك وعدم المساس بقناة الأهلي طيب قناة الأهلي حصل منها إيه إيه التجوزات يعني تعال حاسبني على أداء هي مش الفكرة زي ما بجامل الأهلي جامل الزمالك زي ما أوقف الزمالك لازم أن أوقف الأهلي لا يجوز قناة الأهلي تخطئ وبرنامج الزمالك لا يخطئ عاقب قناة الأهلي الوحديها بس قول لي فين الخطأ قول لي فين الخروج عن مدونات سلوك أو عن أي أعراف مهنية إنما ما عنديش خطأ عايز تعاقبني عشان أنت أخطأت وجرحت وأسأت وتناولت أعراض عامة وخرجت عن كل حدود اللي يقل واجبة فأنت تعاقب يبقى لازم أنت تعاقب التاني يعني فيه عدل إن أنا أعاقب المجن عليه والجاني زي ما بعاقب الجاني لازم أن أعاقب المجن عليه وأخيرا النقطة بتاعت الدوري وتأجيلاته إحنا بنصدر للجماهير انطباعات من مسؤولين وبعد كده نتكلم على التوتر فيما بينهم مال الدوري ومؤجلاته إلا اللي بيلعب في بطولة أفريقيا كان مطلوب منه هو بيلعب في تونس يلعب ماتش هنا مع الاتحاد مش ده تم التأجيل في كل مناسبة الزمالك شارك فيها أنا عايزة أستغرب إيه الميزة في التأجيلات ده كلها عيوب طبعا يعني بترهقنا وإذا جاءت إصابة إنت بتلعب المؤجلات في ظل الإصابة الوحدة بيحرمك من 3-4 ماتشوات بترحاش تتعافى لألو الزمالك ندين كبار جماهيرهم كبيرة الحفاظ عليهم أو على علاقتهم لازم أن يكون موجود اشمعنا مش هتحل المشاكل ومحاولة التوازن بين ده وده بين الجانب والمجن عليه مسألة غير عادلة بالمرة لكن النقطة بقى أو الحاجة النقطة الموسيقى النقطة الموسيقى إن ألاقي في هذا البرنامج حد بيتكلم على إنه محاولة الإساءة الجماهير النادي الأهلي ونوعية جماهير الأهلي وهي نوعية كبيرة ثم التفاخر إنه الفنان فلاني الفلاني والفنان فلاني الفلاني زمالكوية طب وماله الزمالك نادي كبير بس خد بالك النادي الأهلي هو من يفخر كل المنتمين له إنه هم أهلوية وهكذا يجب أن يكون الزمالك وهكذا يجب أن يكون لإسماعيل والاتحاد هذه الكيانات الشعبية المنتمين لها هم اللي يفخروا ويسعدوا إنه هم منتمين لهذا النادي مش النادي هو اللي يفخر إنه الشخص الفلاني الفلاني بيشجع هذا النادي هنا هنا إحنا بنضعف قيمة الكيان وصاد الأفراد أيا كان هم مين لكن لو الفكرة إنه سين وصاد وعين بيشجعوا هذا النادي لا أكمل التمانية وعشرين حرف هتلاقيه كل الحروف أهلوية لأنك لو هتستعين بفنان ولا اتنين ولا خمسة هنفكرك بعدد كبير من الفنانين مدومنا احتكامنا إلى قيمة الفن في انتماءاتهم الرياضية في هذا الفيديو أنا بقى أهلوية أنتوا كلهم يعني من أول مكان لي مدارك الاختيار اللي اكتعرفي تختاري يعني كنت في ساتة ابتدائي بقى أيام قلت لهما أنا أهلوية طبعا هو أنا أهلوية بس طبعا اللي يستحق الفوز يعني طبعا يبقى هو ده يعني أنا فار بتعلنوا أهلوياتكم على الهو لا أهلوية طبعا والقالية يعني طول عمرنا بنتفرج وبابا وكده وننزل نهيص في الشارع أنا أهلاوي ما فيش مشكلة مش أقول لك ميولك لأن كله بيهرب لا لا خالص خالص أنا أنا كنت زمالكاوي قاعدين فقدت الأمل بقيت أهلاوي حمراء أمبيضاء بصوا أنا أهلاوي بس يعني زي كل زي ما أنت تبعتها بالظبط أنا تحدد شيء وقت أهلاوي لرمضان الأهلي واللزمائي أهلي أهلي أنا أهلاوي أهلي حديد لا بس بايدا طبعا أهلي يعني عادي بنتك أهلاوي ونزل ملكاوي أنا أهلاوي والله أنا ميته زي بيه زي زي بيهت الناس كلها أهلاوي أنا أنا أهلاوي أنا أهلاوي وأنت صغير وأنا صغيرة طلعت كده طلعت مالدة أهلاوي ده صميم ده العائلة كلها أهلاوية أكثر حاجة بتشيط جوزي مني إن أنا أهلاوية شايفه؟ فسمعني بقولوا إيها العظمة دي كلها آه يا خطيب يا أوبا دلوقتي محدش يرف أنت أهلاوي ولا زي ملكاوي أهلاوي طبعا أنا كنت برجة حسن بسجر أنت حسن بسجر أنت أهلاوي زي ملكاوي أهلاوي جدا جدا كمان الأهل أيوة معنا أيوة معنا أيوة معنا هذا عالي إيه طيب شرقك اسألك سؤاله وتكلمني بطريقة الشيخ مصباح تهلاوي زي ملكاوي إيه أهلاوي 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 هنا في روح في روح في النادي الأهلي أه عايزة أشكر بياد كل الناس اللي بتشجع النادي الأهلي وعايزة أقول النادي الأهلي فوق الجميع جدعان أنا فخور إن أنا أهلاوي حبيبة السعود حبيبة كريمة إن شاء الله الدوري أهلاوي أنا بقى أهلاوية وبحب الأهلي وماليش في أي فرقة تانية يالله والعلم أنت وبيتها وقبقا عديم وقالوا لو ده ابن صلاح السعداني ده أهلاوي ينهارس آه الله العظيم أنا أضربت ضرب لا والله العظيم أضربت آه ما رحشت ناية تاني أنا أهلاوية أنا أهلاوية يعني الظروف كمان ورصية يعني أنا عمي كابتن ريعو فده يعني إزاي حبق زمالك هو أنت أهلاوي يا يوسف أنا أهلاوي أنا أهلاوية طبعا برضو أهلاوية ده إيه الجمال ده ده إيه الحلوة إحنا وعين في مالأ في عم تختار الأهلي يخسر 6-0 من الزمالك ولا تطلع في أغنية بترقص بالي لا ممكن أرقص بالي شجع أهلاوي صميم جدا لا ده نقطة ببحر يعني اللي عرفه كريم عبد العزيز ومحمود العليلي وعزة العليلي لا لا كتير 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 إحنا بس يعني فأنت وكده في زمالك هيقدر يعمل لك كتير برضو كتير لكن هي الفكرة كلها يعني أنا مش فاهم هو دي كمان مجل للمفخرة والمعيارة ما احنا قلنا أن عدد الأهلوية ضيع في عدد الزمالكوية في جميع الاستفتاءات في مركة الأسبانية يعني أنت النسبة هتطلع كده في أي مجال في الإعلام في الأداب في كل حاجة مع هذا الصحافة مع هذا الصحافة آه الصحافة والله لكن برغم كل شيء سيبقى الأهل دائما كما كتب سموه الأمير عبدالله الفصل ودي لها سبب ودي لها سبب بسرعة أن أنت عارف أن كيف تم تغزيعة وانتقائية العناصر الزمالكوية اللي العمل في الإزاع والتلفزيون على مدى السنين الفاتح دي كلها صحيح كما كتب وأبدع سموه الأمير عبدالله الفصل رئيس شرف النادي الأهلي عليه رحمة الله وكما غنى العندليب الأهلاوي الأصيل عبدالحليم حافظ زين النوادي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مسائل الثنين القادم إن شاء الله سبع على خير مع زين النوادي